نظم كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الكويت الوطنية الدكتور سعادة شامي ندوة حملت عنوان أفاق نمو الاقتصاد الكويتي والإقليمي في ظل تباطئ الاقتصاد العالمي تحدث خلالها عن مكانة الكويت الاقتصادية المتميزة بالطبع هناك بعض التحديات يعني شو هي المخاطر الممكن تخلق هذه السنة أول خطر هو مثلا بتعرفوا انخفاض في سعر النفس إذا صار فيه تغير تغير بسعر النفس إذا الأوباك ما اتفقوا على وبلشت كل الدول الأوباك تنتج قد ما بدها سعادتها حيخفض سعر النفط حيأثر على الموازنين حيأثر على الميزان الجاري حساب الجاري بالميزان مدفعات حيأثر على الاقتصاد بالشكل العام كمان إذا الانفاق الرأسمالي ما تنفذ بشكل يطابق الموازني كمان هونيك حيكون في تأثير على النمو نحنا نعتقد أن الكويت ستبقى بمنأة يلحد ما عن تباطل الاقتصاد العالمي لعدة أسباب لأنه الكويت ترتبط بالاقتصاد العامي بشكل أساسي عبر السعر الفائدي وعبر سعر أسعار النفط ومثلا بتعرف أنه أسعار الفائدي بالولايات المتحدة بعد الاجتماع الأخير للمجلس الفيدرالي الأميركي قرروا للقواء على سعر الفائدي ثابت في 2019 وهذا سينعكس على الكويت بشكل أن الكويت لن تتأثر بسعر الفائدي سيبقى سعر الفائدي مستقر وحتى هناك بعض الاتجاهات أن المجلس احتياطي الفيدرالي الأميركي قد يخفض نسبة الفائدي هذه السنة بس نحن باعتقادنا أنه سيكون ثابت مشان هيك ما فيه ارتفاع بسعر الفائدي مرتقب بالكويت في العام 2019 نفس الوقت تباطئ اقتصاد العالمي قد يؤثر على الطلب على النفط بس بيظل قرار منظمة الأوباك بقاء التوازن في سوق أسواق النفط فأعتقد أن الأسعار لن تتأثر كثيرا بهذا التباطئ بس كمان هناك حالي من عدم يقين بأسعار النفط مثلا بتعرف لأن الأوقات في فترة من الأفترات ارتفع أسعار النفط بـ 30 مئة خلال شهر أو شهرين ويمكن هذا أي حدث بس توقعاتنا أنه يمكن أن يكون هناك بعض الاستقرار في أسعار النفط إذا قررت أو إذا أبقت منظمة الأوباك أنتاج النفط منخفض حتى يؤدي ذلك إلى التوازن في الطلب والعرض